السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد تم وحييكم من قناتي على اليوتيوب نجدد اللقاء مع بعض تحياتي لكم جميعاً أصدقائي وإن شاء الله لكل يكون بخير وصحة جيدة وكل أيامكم تكون فرح هذا الفيديو يا جماعة بخص الأخوة اللي ساكنين المقايمين بتركيا من عرباً، كرداً، أفغان، إيرانيين، عراقيين، فلسطينيين، أردنيين، مصريين إلى آخرين كل الأخوة من كل الجنسيات اللي ساكنين بتركيا على شكل مهاجر أو لاجل هلأ بعد الأحداث الأخيرة ضد السوريين يا جماعة شفنا أنه طلعت أخبار أنه الحكومة التركية بدأت ترحل وما ترحل واعتصامات وهيك فالشباب هناك، العوائل الشباب الأكبار والصغار رح يبحثوا عن طرق للخروج من تركيا باتجاه أوروبا لحياة أفضل، لأمان أكثر، لعمل أفضل، لدراسة، إلى آخرين فعنا كذا طريقة للخروج من تركيا باتجاه أوروبا ألا مثلاً الطرق المشهورة مثلاً العالم تطلع باتجاه اليونان ومن بعدها إلى أوروبا ولكن فعنا طرق أكثر سهولة طرق أكثر سهولة وطرق مفيدة مفيدة جداً لكل لاجئ ومهاجر وسهلة جداً وما هي خطورة أبداً أحد هذه الطرق يا جماعة اللي هي برامج إعادة التوطين، الهجرة برامج إعادة التوطين، الهجرة يعني بتسجل على إعادة التوطين بعد مدة معينة، شهر، شهرين، سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، أربعة أنت وحظك، أنت وملفك، أنت ومميزاتك لأنه كل هذا الشيء بيروح للدراسة من قبل الدول الثانية وبعدين بيرجع لتركيا وبيشوفوا ملفك وطلبك إذا أنت بتوافق مع المعايير والمميزات اللي عندك بتوافق مع هذول الدول فالعالم رح تبحث عن الهجرة عن طريق برامج إعادة التوطين اللي هي أكتر سهولة من الهجرة عن طريق البر والمشي والتعب والمصاريف الكثيرة خلونا ندخل على صلب الموضوع مباشرةنا أصدقائي بس حبيت نساوي هاي المقدمة الصغيرة لتكونوا على دراية بكل شيء بمدينة إسطنبول أحد أكبر المدن التركية أو أكبر مدن التركية ازدحاما بأعدد السكان فيها من كل الجنسيات تقريبا فالمهاجرين هناك واللاجئين رح يبحثوا عن إعادة التوطين إعادة التوطين واللجوء أو عفوا الهجرة لننففق بين اللجوء والهجرة مين مسؤولة عن اللاجئين والمهاجرين اللي بدهم إعادة التوطين بتركية المفوضية السامية لأمم متحدة للشؤون اللاجئين غير هاي المؤسسة أصدقائي رجاء أن انتبهوا غير هاي المؤسسة ما في حدا مسؤول أو فيه يعمل أي شيء رسمي ليطالعك من تركيا إلى كندا أستراليا أو المملكة المتحدة أو أمريكا أو أوروبا أو ألمانيا إلى آخره الدول التانية غير هذا الشيء ما في حدا يساوي لك شيء رسمي فأشخاص أو مؤسسات هلا رح نحكي عن مؤسسة منظمة طلعوا أنه نحن فينا نساوي شيء وفينا نسافر وفينا نسجل وفينا نساوي شغلات طبعا طلعت المفوضية السامية لأمم المتحدة للشؤون اللاجئين ونفت هذا الشيء تماما بشكل قاطع أنه إذا ما كان فيه منشور من عنا ما كان فيه إعلان من عنا أو فتح الأبواب من عنا ما رح تساوي أي شيء يعني ما تروحوا لعن هدول الأشخاص من المنظمات اللي عم تكون نحن فينا نساوي لأي شيء لأنه إذا أنت مع القرشين رح تصرفهم على الفادي ويروحوا وبعدين حالتكم صعبة بتركيا يعني حال الجميع أنا بعرف أنه الكل بتركيا يعني الوضع صعب يعني إذا ما اشتغلت ما عملت رح تبقى تحت الصفر فانتبهوا يا جماعة لا تصرفوا مصرياتكم على شيء مو نظامي مو رسمي المنشور بقول يا جماعة طبعا الصورة ظهر أمامكم هون على الشاشة أنه هاي الصفحة الرسمية الموثقة للمفوضية السامية لأمم المتحدة للشؤون اللاجئين وصفحة الوحيدة احذروا المحتالين قد يحزم المحتالون وجود روابط كاذبة مع المفوضية أو الشركاء على وسائل التواصل الاجتماعي ويطلبون المال لا تصدقهم ولا تسدد أي مبالغ خذ الوقت الكافي لتحقق من أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تخص المفوضية من قنوات التواصل الرسمية للمفوضية في تركيا إذا يا جماعة عم يقولوا أحذروا الأشخاص اللي بيطلبوا منكم الأشخاص المنظمات على شكل مجموعات أحذروا أنه بيطلبوا منكم أموال مقابل أنه يسافروكم إلى دولة تانية إذا كنت ضحية لمثل هذا النوع من الاحتيال أبلغ عنه إلى الشرطة مع تقديم كل الأدلة المتوافرة لديك إذا صدفت أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي إعلان يستخدم اسم مفوضية مع تقديم وعود كاذبة للمساعدة أو إعادة التوطين مقابل دفع مبلغ من المال فعليك إبلغ مفوضية فورا على الإيميل أو على الرقم الاستشاري رح حط لكم الإيميل لجماعة تحت بصندوق الوصف ورقم الاستشاري كمان رح يكون موجود بصندوق الوصف أو بأول تعليق رح تشوفوه إذا صدفت هذه الشغلات إذا صارت معكم عملية نسبة لسامح الله فيكم تتواصلوا مع المفوضية عن طريق الإيميل أو عن طريق الرقم الخط الاستشاري إذا يا جماعة يعني هون عم يأكدوا أنه إذا ما كان في شي رسمي من المفوضية السامية للممتحدة للشؤون اللاجئين فما في داعي تتواصلوا مع أشخاص ثانيين وهميين مالهم علاقة أبدا بالمفوضية السامية لأن المفوضية السامية للممتحدة للشؤون اللاجئين يعني عم تقول إذا أحد طلب منك ولو دولار واحد فلا تصدقوا لأنه رح يطلبوا منكم المال إذا يا جماعة خلاصة الموضوع هون يعني إذا ما كان في شي رسمي لا تستعجل وتروح وتدخل حالك بسين وجيم وبالأخير كل شخص له حريته يعني فيه يساوي أي شي مقتنع فيه يساوي بخصوص الهجرة يا جماعة رح نساوي في المستقبل القريب إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة فيديوهات عن برامج الهجرة في برامج هجرة في نيوزلندا في أستراليا في النرويج في دانيمارك في كندا برامج الهجرة كل برنامج له معاييره له شروطه في برامج سهلة بشروطه في برامج شروطه بتكون صعبة شوي فبتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفحيل زر الجرس لتكونوا على دراية بكل شي لأنه موضوع الهجرة يا جماعة لازم شفافية لازم شفافية ومستقية وقول الحقيقة لأنه موضوع حساس كثير يعني بأي نقطة بأي في أي شخص فيه يحكي معك على المسينجر دقيقة دقيقتين ثلاثة ويقنعك أنه رح يساوي كل شي نظامي ورح يطالعك في زرف يوم يومين ثلاثة أسبوع أو أسبوعين ويطلب منك مبلغ من المال فهذا مخالف لكل القوانين يا جماعة بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللي هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن اللاجئين والمهاجرين وبرامج الهجرة خصوصا في تركيا واللي عنده قنوات تواصل كتير مع الحكومات العالمية فهذا كان فيديو يا جماعة باتمنى الفيديو يكون مفيد لألكم ونلقاكم في فيديو تاني وكان معكم أخوكم محمد تمو السلام